أسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وحاصري نحكي وليوم على خبار يخص الممثلة التونسية مريم بن حسين اللي رفعت قضية ضد قناة التاسعة وتسببت لها في توقف برنامج امتاحها الشي اللي خلاها تتكبت خسائر مالية كبيرة برشا لحكاية يوم فيها إن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي داولة خبار مفادو إن الممثلة التونسية مريم بن حسين رفعت قضية استعجالية ضد قناة التاسعة تتعلق القضية هذه بإيقاف برنامج ادبارة وزيارة وذلك لاستيلاء منتج البرنامج على برنامجه حسب نص الوثيقة وصدر اليوم إذن قضاء يلزم قناة التاسعة بإيقاف برنامج ادبارة وزيارة ويفرض على منتج البرنامج عدم استغلاله بأي طريقة دون ترخيص من صاحبة الحق مريم بن حسين باعتبار أن لديها الملكية الفكرية في حين اختارت مريم بن حسين التكتم على الموضوع لم تدلي بأي تفصيل إلى حد الآن وخيرات الاستبعاد على الضجة اللي ممكن تصير بسبب الخبر هذا لكن أكدت أحد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصادرها مؤكدة وتملك كل النساخ من التزييل المنصف والفكرة في الملكية الفكرية نعرف الناس لكل السبغة التجارية لهذه البرامج واللي دخلوه من فلوس للقناة وبالتالي مريم بن حسين تسببت في خسائر مالية كبيرة برشا لقناة التاسعة اللي التوام علقت على الأخبار لا بالنفي ولا بالتأكيد هذا اللي مش نعرفوه في الأيام القادمة هكا احنا نصلوا النهاية الفيديو عطونا رايكم في الموضوع وخلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد